السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله سوف نحضر معكم حلوة رائعة جدا بدون فرن لا نحتاج الفرن نهائيا كتجي رائعة للديدة والشكل ديالها راقي والمضاق مميل جدا ما سوف نشتبع منها وكتخرج لنا ازياد من 70 حبين ان شاء الله إذا جربتوا سوف نعجبكم لا سوف نطول عليكم وضلوا المقادر وطريقة التحضير بسم الله سوف نحتاجه في اول مكوين سوف نحتاج 600 جرام من شوكولة البيضاء لدوب حمام مائي حتى تدوب تماما سوف نحتاج 200 جرام من بسكوي مطحون بسكوي ماريا من الافضل انه يكون نقص حلاوة حتى الحلوة لا تكون حلوة جدا سوف نطحنه مزيان حتى يولي بودر سوف نحتاج 250 جرام من الفول السوداني او الكوكاو حمرته وطحنته حتى تعلق ليه بهذا الشكل هذا يعني من الافضل انكم تطحنه حتى يتعلق خصوصا لو كان عندكم كوكومية الدم را ما تلقوش مع المشكيل ضغياء كي تطحن وضغية كي تعلق ليكم سوف نحتاج صشية الحليب بودرة صشية الموين المتوسطة الحليب بودرة او الحليب المجفف وعندي ملعقة صغيرة من القهوة سريعة دوابن سوف نطحنها حتى يكون حبوبا سوف نطحنها حتى تولي بودرة سوف ندوب بكل سهولة سوف نأخذ الشكلات اللي دوبته سوف نضيف باقي المكونات اللي عندي بيسكوي ماريا اللي كي يكون بكية الميتين كرام او اي نوعية تكون مشابهة بحلقة تكون حلوتها نقصة وش بيسكوي كونسوين سوف ننزل الحليب المجفف الكوكاو اللي علقنا والقهوة سريعة دوابن بالنسبة للقهوة لا تخافوش من نهارة كي يأتي لمدقتلها رائع وحتى ما تجيش مجهدا نهائيا سوف نخلطت شي جيدا محد شوكولا كي يكون بقي دافي وبقي مطلق حتى نحصل على هاد القوام بالضبط كيف كتشوفوا معي يكون القوام اللي هو تقيل واحد شوية سفي مباشرة ما حنت كيكتلكم شوكولاة باقي دايب سوف ناخد المول دي السليكون ممكن تخدموه باي مول السليكون عندكم اي شكل ممكن تخدمو به ممكن ديرو جوش الاشكال ممكن ديرو ثلاثة ممكن ديرو ربعة وممكن ديرو غي شكل واحد وكتخرفوه في الاخير في طريقة تلين سوف ناخد ملعقة من هاد الخاليط نحاول نعمر هاد الفراغات المول غير هو ما تطلعوش او ما تكتروش هاد الخاليط ما تكتروش هاد الخاليط خاص السطح هاد الخاليط يجينا مقهد وما يجيش خارجين على الجناب باش كي يجيش شكل هاد الحلوة مستوي كي يجي مقاد سوف ناخد شكل اخر سيليكون ممكن ديرو غير شكل واحد على حساب شنو عندكم سوف نعمرهم انا بالنسبة لهذا حيث عندي عالي شوية ما سوف نعمره كامل سوف ندير غير القياس وبالنسبة لهذا الخاليط يجيش برد او الجمد ممكن تعودوا تسخنه في حمام مائي بطريقة كي نسخنه الشوكولات او كي ندوب الشوكولات سوف نضعه في حمام مائي وماذا نحرك فيه حتى يرجع يتطلق سوف نعمر المول السيليكون كاملين ومن الأفضل نضعه فوق البلاتو كي يجيش المول لا يخسر لكم او لا يتعويش لكم الخاليط من بعد نحرك البلاتو نضربه فوق سوف نضربه فوق البلاتو سوف ندخلها حتى تبرد تماما اذا كنتوا مزروبين ممكن تدخلها على الكنجلاتور غيره هو لا تحيدوها حتى تجمد او حتى تبرد تماما اذا حيتوها قبل ان تبرد تجيش مضببة ما تجيش فيها بريونس اذا بغيتوها تجيش تبري بحالة يعني كتبري تجمدها حتى تجمد خطر خطرها في التلاجة حتى تحيدوها و تحيد بكل سهولة و لديه مغيبة لكم لابريونس اذا سوف تكون بعين لكم اهم حاجات تجيش دائما الحاجات في التلاجة او لفل كونجلات او لفل كونجلات نستمر بحلقة مع قاعدة الخريطة لا تكون للمون كثير تحيدوا مثلا هذا و ترجعوا تعملوا مرة أخرى و كيف تشاهدوا معي كمية كمية بالنسبة للتزيين نأخذ كراميل ممكن ندير الشكلات ممكن ندير قاناش ممكن ندير حسب المتوفر و الحسب الرغبة نعمر هذه الفراغات بالقليل كمية كمية و فوق الكراميل ندير الجنب بالنسبة للجنب حلويات يكون محمر لا ندير خضر لان المحمر او ممكن ندير حبيبات الشوكولاتة او ماذا دائما التزيين تشاهدوا ماذا و المتوفرة بالنسبة للتزيين الثاني نأخذ شوكولاتة الثودع اخترت شوكولاتة غيش لكن ممكن ندير اي نوعية شوكولاتة نحرك فيها حتى تبرد يعني لا نقوم بها سخونة نحرك فيها حتى تبرد او حتى تدفة قريبة تبرد نعمر هذه الحفيرات نعمر هذه الحفيرات ممكن ندير اي نوعية شوكولاتة لديكم لكن شوكولاتة غيشة يكون مبنية و يزيد المضاق و يضع المضاق ممتازة ممتازة المضاق رائعة و يتباع ممتازة لديك شوكولاتة قبل اخذ لديك شوكولاتة نضيف رشيشة خفيفة و اخذ و اخذ اي حاجة فتر ممكن تزينو بها اهم حاجة تكون حاجة زوينة ماذا قديرها زوين لتوتى لكم هاد الحلوة انا غدي نستمر بحلقة غدي نعمر قاعد الحلوة اللي عندي شي كندير فيه اللوز اللي محمر ومهر ومشرقيق وشي واحدين كندير فيهم طريفة القرقاح او الجوز او لا اي مكسرات عندكم ممكن تديرهم يعني جميع المكسرات كي يجو زوينين او ممكن تكتفيوا فقط بالشوكولاتة وملي كان سالي غدي ندخلها لتلاجة كتشترسها مزيان خصوصا حنا دبع حاليا في الصيف وكتكون الحرارة في المطبخ فحاولوا ما امكان يعني تكون يديكم خفيفة وترجوها لتلاجة اذا كان جو بارد تمنى لا تحتاجين او تديرها في تلاجة غير بوطا كتشترسها لها واحد لبابي كبسون وكتديروا ببابي كبسون بكل طبقه وكتشتفتوا بها عادي جدا ومن طبيعة الحل اذا كان صهد وكل نفل الجو اللي وصخن سيديرها في بوطا كتشترس دمزيان وقد تخلوها لتلاجة حتى الوقت تقديم كتخرجوها الشكل النهائي كتشوفوا معي كي يجي اراقي المكونات راهم سهلين اللي حلوارها سهلة ما فيها الشي موجود ولكن كتجي اراع وفعلا فعلا تستحق التجريب ان شاء الله غادي تعجبكم إلا جربتوها كتجي لديدة وزوينة وبنينا غير جربوها غادي تعجبكم ان شاء الله اليوم ان شاء الله جبت لكم معي حلوة او حلوات رائعين بمعنى الكلمة بدون فرن الناس اللي ما كيبغيوش يطيبوا في فران او يبقوا مقابلين الفران هادي حلوة سهلة ماهلة ما محتجش الفران نهائيا ومنع جينة واحدة غا نخرجو العجب شكيلات متنوعة كتجي معلكة وكتدوب في الفم والمضاق ولا اروع ان شاء الله إلا جربتوها غادي تعجبكم غا خليكم معي وشوفوا المقادير وطريقة التحضر وبسم الله بالنسبة للمقادير او المكونات غادي نحتاج لي هو البيسكوي مطحون عندي 300 جرام دي البيسكوي مطحون اي بسكوي مطحون يعجبكم ممكن تخدموا به اهم حاجة يكون بنين باش مكان بنين باش مالحلوة كتجي يكون بنينه ومن الافضل يكون ذلك البيسكوي مطحون شوية حلاوة ما يكون شوية حلوة لانه بقي غادي نخدمه بشوية حاجة حلوة باش ندروا شوية التوازن في الحلاوة عندي كذلك رابعة او 250 جرام دي الكوكاو اللي محمر ومحيدة للقشرة جاله سواء انت اخذوا بالقشرة وتحمروا وتحيدوا لي القشرة او لا تاخذوا المفسوخ وتحمروه او كان هرمشو ارقيق يعني ملي كان هرمشو ارقيق يعني ملي كان هرمشو ارقيق ما كان طحنوش وانما كان هرمشو ارقيق لعندكم الروبوليكي هرمش يكون احسن باش هكا كتحثوا بذلك القرمشة من وسط من الحلوة دي الكوكاو المهم انه يتهرمش ارقيق ماشي غلاد سنحتاج كذلك واحد الكأس صغير دي الجوز الهند او الكوكاو منسبة الجوز الهند اختياري يعني لكم الاختيار هو كيعطر مدق رائع لما كيبغيش يديرو مديروش وتاني متكتروش لانه يشرب يعني باش مما كيبغيش يحشف لنا الحلوة هذا عليش غلاد كأس صغير فقط سنحتاج كراميل او الحليب المحلى كراميليزي سواء يعني ناس كيبغو يصوبوه في الدر ممكن تصوبوه في الدر سوف نحتاج شوكولاتة الدهن من 300 كرام و احد العلبة التي تكون غسغرة شوكولاتة الدهن شوكولاتة تحتيني تعطينا مدق زبدة كثير من الحلوة وعندي 100 كرام ديال الزبدة او 3 المعالقة الكبار ديال الزبدة اللي كنحطي على نار حتى تأخذ لي هدللون او حتى نردها بوغ نوازيت او لا زبدة نوازيت كتعطينا ذلك المدق زبدة نوازيت وفي نفس الوقت كنحييي لها ذلك الحليب او ذلك المالك يكون فيها حتى تبقى محافظة على الحلوة مدة طويلة احتمني كنردها بوغ نوازيت كتعطينا مدق زبدة اول حاجة سوف نخلط النواشف سوف نخلط البسكوين اللي طحنته مع الكوكول اللي هو محمر و مهرمش احتمي واحد حمراء زبدة ودائما الكوكول اللي بغتو تشريوه يكون جديد احتمي الكوكول اللي بغتو تشريوه يكون جديد لا يكون غامل و يكون قديم كل مقدم الكوكول كل مقدم الكوكول اللي هو مزوين حلوة خلط الكوكول مع البسكوين مع الكوك وزيت عليهم الزبدة وزيت لا يصعد كل الشكولات يجب ان نقوم بعمل الكوكول في الحق يقوم بعمل الكوكول ونخلط ترون الكوكول بخلط الكوكول و من الزبدة من الزبدة ونتجب الكوكول مجمع أخلط و بالنسبة للشوكولات التهن من الأفضل أنه لا يكون في تلاجة يعني تجربوه من قبل و اخليوه حتى يكون مطلق و يجمع لكم الخالط و من طبيعة الحال تقدروا تختاروا اي نوع دير شوكولاتة التهن يعني شوفوا انتما اللي سهلت لكم يعني كان العلب اللي هي اقتصادية كتباع تماني هو غير خيص راها قادر لكم الغرض مشي مشكل العجينة عندي اي باجدة لخالطها واجد معلك و يجمع لها في اليد يعني لا تشقق العجينة و نعمل بها بكل سهولة معلكة لا تكون هناك فخصة تكون معلكة بالنسبة لما لا يريد أن يجمع بالكاراميل ممكن أن يجمعه بالحليب المحلل مركز بحل بحل يعني بجوش يعطونا مدق زوين لهذه الحلوة من اللي كان سعلي غدي مباشرة ندوز الكوارات التي تقومونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون احباء كمية كبيرة وشباعية كما تشاهدون معي ولكن اريد ان اضعه صغر منك لا يمكن ان اضعه صغر منك و هناك كمية التي تخرج لها ما شاء الله لا تخرج كمية قليلة هذه الكمية التي اختمت معكم ستعطوني كورة التي هم بطار من المثال سنأخذها في واحد البلاتو سنفرش لها الورق للطبخ لكي نزين هذه الكورة و اضع الشكلات الاسود و اضع الشكلات الاسود التي اضعه في حمام مائي يعني طريقة الاعتيادية لكي تضعه الشكلات الاسود اذا كان تقيل اضعه مركلية تقدره تخفوها بشوية الزيت فقط واحدة المعقة الزيت اذا كان تخفيف اضعه كما هو مباشرة اضعه كبيرة اضعه فورشات و اضعه شكلات اضعه اضعه و اضعه الفائد و اضعه من المشكلات من المشكلات إذا أردت شكولات ملت كثيرا تجربوا الكويرة حتى تحيدوا الزائد كل شكولات شكل الأول سنضمنه بلوزة سنحتاج كيمياء بساطة اللوز أنا أختار اللوز يكون محمار ونضع فوق من الشكولات قبل أن يجمد هذا الشكل الأول الشكل الثاني سأخذ شوكولة اللوز سود وأضرب من أجل الشكولات نضرب منها لشوكولة ونضغط اعجليه التي يوجد بلطورة الثالث نضع كوكو وقوم بلوزة الرابع المزوجة وضع جلس وضع فوق كبيرة قبل ان يجمد الشوكولات هذا الشكل اخذت شوكولات فرميسة لديها البودغدوغ او الملمع وضعتها في واحد البوطة وخلطها جيدا حتى اوليتها كلها ذهبية ويجب ان نرشح الكبيرات الأشكال الأخرى سنحتاج لها شوكولات البيض شوكولات الابيض اللي كان دوبه من الأفضل انه لا يكون شجاري بثاف او لا يكون خفيف بثاف وإذا كان خفيف سوف يجب ان يدفع شوكولات البيض من حلوة افضلات مفرشة ونحيض الفائض ونحوه في جوز الشوكولات ونحوه في هند ونحاول ان نحركها في كوك حتى تلبسها بالكوك ونحيضها والشكال الأخرى اللي اخذت الشوكولات البيض سوف نقطع لها تصوير ولكن سنشرح لكم اشنوه اخذت شوكولات البيض وليس كوكا محمر كونكا اضطلنا وضع الكورات من الشكلات من الشكلات شكل زيانته بالورد البلدي و شوكولة بغميسة و شوكولة بقميسة و شوكولة بسطاش من طبيعة حال ترى التزيين كيف يقرح على حسب شونه عندكم في الدار يعني انتم تخيروا و يدعووا في التزيين اي حاجة عندكم في الدار ممكن تزيينها ماشي بالضرورة ترى نفسها او ممكن تخذوا غير ثلاثة شكيلات و تطبقهم على كل شيء هذه الحلوة خرجت من تسعود شكيلات ممكن تخرجون انتم ستة او سبعة او خمسة او او اربعة لكم الاختيار و هذا الشكل يجب علي خطوط خلط الشوكولة الاسود مع الشوكولة الابيض و خطوط فوق من الحلوة اعطيتني هذا المنظر و من طبيعي الحلقة القتعة معكم كيف تأتي معلك المضاق منحتش نشكر عليكم ولا اروع و الشكل راكم تشوفوه شكل راقي و من اسهل ما يكون لا تخرج كمية كبيرة كان هذا اقتراحي اليوم و انتمنى اعجابكم الفيديو كلا لا تنسوا لايك او جيم الى اعجبتكم الوصفة شاركوها مع اهل الاصطقاء لتعلم الفئدة او اي تعليق او اسؤال او استفسار خليوا لي في التعاليق إن شاء الله قد نجاوبكم نقول لكم خليتكم على خير إلى اللقاء